ايام الريمونتادة النادي الاهلي في قبل نهائي بطولة كاس العالم للاندية ومواجهة ريال مدريد وكذلك الهلال السعودي في قبل النهائي ومواجهة فريق فلامينجو البرازيلي نهارده يوم جميل على عشاء الكرة المصرية خصوصا جماهير النادي الاهلي اللي سعادتها بتكتمل بعد فوز كبير على اوكلاند سيتي في المباراة الاولى النهارده النادي الاهلي في دور التمانية بيتكرر فوزه على سياتل ساوندرس بطل الكونكا كاف بطل امريكا النادي الاهلي النهارده بيوصل لقبل النهائي بيواجه ريال مدريد بطل القرن الاوروبي مباراة كلنا مستنينها بطل القرن الافريقي في مواجهة بطل القرن الاوروبي مباراة كلنا حنستنها يوم الأربع اللي جاي ان شاء الله وكلنا عندنا طمع وكلنا عندنا ثقة في النادي الاهلي النادي الاهلي اللي بيفرحنا النادي الاهلي اللي بيشرفنا النادي الاهلي اللي دايما رافع راسنا ورافع اسمه مصر في المحافل الدولية النادي الاهلي اللي معودنا الفترة الأخيرة في كاس العالم للأندية على التقلق وتقلق اللعيبة وفرحة الجمهور وفرحتنا ويمكن أنا من ضمن الحاجات اللي أنا سمعتها النهاردة أثناء فرجتي على المباراة وعجبتني جدا جدا من معلق المباراة أما قال هو ده النادي الاهلي وعلى الجميع أنه يبص للنادي الاهلي واللي عايز يبقى زي النادي الاهلي لازم يركز ويتعلم من النادي الاهلي يسيب كل حاجة على جنب ويبتدي يركز علشان يتعلم ويشوف النادي الاهلي بيعمل إيه؟ علشان يحاول يمشي على نفس خطة النادي الاهلي وزي ما بقول اسمه مصر في مثل هذه البطولات هي اللي بتبقى مرفوعة أفريقيا دلوقتي خلاص النادي الاهلي عودنا في كاس العالم الأندية على المستوى الدولي النهاردة خلاص العالم كله عارف أن ريال مدريد جاي حيواجه النادي الاهلي المصري وزي ما قلت لازم يبقى عندنا طمع ماتش هيبقى صعب جدا ماتش صعب جدا إنما ليه لا؟ ما نحلم ما نحلم وعندنا ثقة في لعبتنا وعندنا ثقة كبيرة جدا في النادي الاهلي والرجال يقدروا يعملوها وليه لا؟ وحرجع أقولك ماتش صعب جدا أنت بتلعب يعني أحزم فريق في العالم أنت بتلعب بطل أوروبا أنت بتلعب يعني كوكبة من اللاعبين حاجة حاجة تفرح وأنا بصراحة لازم أقول حاجة تفرح ما ده النادي بتاعي طول عمري من أنا صغير وجي ليهم اللي مش هشجعه خلاص ريال مدريد حيلاعب النادي الاهلي حطر ربيع ريال مدريد عمري ما بيعته غصبا عني حبيعه النادي الاهلي بيكسب النهاردة الفوز التاني بيروح يلعب مع ريال مدريد